سوريا وروسيا والعراق وإسرائيل والاتحاد الأوروبي خمسة محاور ستركز عليها السياسة الخارجية للحكومة التركية الخامسة والستين الجديدة برئاسة بن علي يلدرم تحسين العلاقات مع هذه المحاور ستكون أولوية الحكومة وفقا للناطق باسمها نعمان كرو تلمش الذي قال صراحة إنه بات من الضروري على أنقرة مراجعة سياساتها السابقة مع الأوروبيين ودول في المنطقة على رأسها سوريا السياسة الخارجية لابد أن تتغير جذريا لأن الحكومة السابقة لحزب العدالة ارتكبت أخطاء كبيرة ولابد من تداركها ولسيما أن علاقاتنا بجيراننا أصبحت سيئة إلى حد كبير حتى مع أوروبا وأحيانا مع الولايات المتحدة الأمريكية ورغم أن حكومة بن علي يلدرم كشفت في برنامجها عن خطة جديدة لترميم سياساتها الخارجية فإن مراقبين استبعدوا نجاح بن علي يلدرم في تحقيق تلك الأهداف مشيرين إلى أن حكومته تشكلت لتحقيق اختراقات داخلية كتغيير الدستور وتعديل نظام البلاد من برلماني إلى رئاسي تحقيقا لطموحات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي اختار يلدرم لرئاسة الحزب والحكومة ودفع داود أغلو للخروج من الحلبة السياسية على المدى الطويل أنا لا أرى إطلاقا أن هذه الحكومة هي حكومة صناعة سياسة خارجية تركية جديدة لأن الشعارات التي رفعتها كما قلنا دائما هي التركيز على الداخل والنقطة الأساسية بالنسبة لها هي الدستور الجديد والنظام شكل النظام الجديد من هنا علينا أن ننتظر وننتظر بعد الوقت لنعرف هل هذه الحكومة السياسية بنحو انتخابات مبكرة في تركيا أم أنه سيكون هناك تغيير جذري فقط تعديل دستوري مسؤولون أتراك أشاروا أن المنطقة تعيش متغيرات ومشكلات عدة ليس بوسع تركيا أن تكون الطرف الأكثر فاعلية فيها لكنها مطالبة بالعمل على تخفيف الصراع في مناطق محيطة بها لسيما النزاعات التي تعتبر تركيا طرفا فيها كالأزمة السورية تغيير تركيا خارطة علاقاتها الدولية وتقليص أهدافها من زعامة المنطقة إلى حماية استقرارها والمصالحة مع جيرانها يعكس فشلا منيت به السياسة الخارجية السابقة لأنقرة طبقا لمراقبين مهران عسى سكاي نيوز عربية إسطنبول